البيت يبقى فخم؟ ولا مليان حاجات غالية؟ ولا زحمة؟ دوشة كتير؟ حضرتك تفضل إيه؟ بيطلبوا منك إيه؟ العملة بيطلبوا من حضرتك إيه؟ هو نتيدي الأول بحكاية فخم وزحمة وهو المفروض إنه يبقى يعني كل كورنر في البيت يبقى مريح مريح بصرياً تعادي في أي كورنر تبقى مبسوطة بكل الزون اللي باقي اللي حواليكي بالنسبة لللي بيطلبوا مننا العملة بيطلبوا مننا ستايلز يعني خلاص بقيت مشهورة احنا بنتكلم في كلاسيك ومودرن طبعاً بدون الدخول هما التفاصيل اللي جوه كل ستايل من دول هما بيقوش على قدر كافي من المعرفة بيها يعني لكن إحنا يعني عشان تخصصنا فبنبتدي نوجه كل عميل بالستايل اللي هو عايزه للحتة اللي تبقى مريحة أو يعني حلوة في عينينا إحنا كإنتيريور ديزاينرز وتبقى مرضية ليه هو كمان كعميل لأنه هو في الآخر هو اللي هيعيش فيه مش إحنا إحنا بنصغله كل المتطلبات الوظيفية والنيتز بتاعته في إطار منتج محترم يليق بيه ويليق بينا إحنا كمان كديزاينرز التشطيب فيها وعالم التشطيب فيه مضاط وكل سنة بنشوف طابع كده غيري بقولك ده طالع جديد النوع التشطيب ده جديد بتشوف أنت حركة إزاي المضاط في التشطيب؟ بتواقبوها إزاي؟ والله إحنا كنا يعني لما بنتكلم في الستايلز من شوية والكلاسيك والمعضر نواواواوا المضاط بتبقى مختلفة من كل واحد للتاني كزوء لكن لو بنتكلم فيها عالميا خيانة دي مثال اللي احنا فيه حاليا في 23 وعشرين واللي داخلين عليه في 24 طالع حاجة كده لطيفة بنسميها المينيميلاكس يعني المينيميليزم واللاججيريوس في نفس الوقت فطلع حاجة اسمها المينيميلاكس بيبقى فيها شوية ماتيرييلز لكجيريوس شوية عن اللي كنا معتدين عليه في المينيليزم في القديم في الصغير أو المودرن النيت ده كلام ده طبعا احنا بنتكلم في الكلاسيك بسوري في المودرن وليس في كلاسيك ولو كلاسيك بيبقى كنتمبري خفيف ما فيهوش تفاصيل كتير ووان كالر واللي كان يسيطر عليه كمان اللون الاكتر انتشارا في المودز دي كلها الوايت والسموك وايت دخل بقى معنا ماتيرييل زي البوكلية وزي الكتان في الكامودات شغالة معنا الليكتيريوس أو الناتشرال وود برضو داخل بقوة أبعتقد انه ما بيمتهيش طبعا 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 بس هو المراد ايه استخدامه بدون تدخلات يعني هو الماتيرييل بطبيعتها يمكن كمان لما نعرض صور للكلام ده هايبان المشاهد اكتر احنا قصدنا ايه بحكاية الخشب الطبيعي اه اه بالزبط بشكله الطبيعي الهي الصمرة الطبيعية بتاعتنا معنا الاروما سهلا معنا العلزان واستخدام طبعا الاشجار هو عموما تداخل الطبيعة مع الانتيرير هو اللي جاي اكتر في السنة اللي جاي وكان موجود كمان في 23 إن شاء الله في 24 هيبقى الموضوع اكثر تطورا وتداخل ما بين الانتيرير سبيسز وما بين الطبيعة